السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي شني حوالكم الصحة بخير ان شاء الله ربي يدوم معنى نعمة الصحة حبيت نرجع معكم اليوم في مقترحة جديد لبنات بما انه طقس بارد وشتوي ما ينفع فيها كيف طور صباح كان صحيفة دراع او صحلب كما ترى بالشامية اللي هي حلوة الترك وبالجلجلان والفاكية ما شاء الله اللهم صلي عني بي في الفيديو هذا لبنات باش تكتشفوا طريقة اعداد الدراع اللي هو صحلب من أليفها الى يائها يعني من حبة الدراع حتى كيفاش تحضر تولي بودر كما ترى في السطلغة ديكا يعني تولي غبرة كما ترى وطريقة طهيها الى اخره هذي اللي بنات الدراع متاعنا باش نبحول الله في الفيديو هذي تكتشفوا طريقة اعداد الدراع التنظيف متاعه الى اخره طهي البنات نتوكلوا على بركة الله باش نهنا ناخذوا الدراع متاعنا هذا هو الدراع حبيبات زرارع خضيت كيلو جرام دراع وهذا الجلجلان المحمس اللي هو السمسم وهذا السجوجو اللي هو السانوبر اللي نحتفلو به برشا احنا في تونس في المولد النبا والشريف طوي البنات بغربال وقلا مصفات كما هكاية ننفذوه الدراع متاعنا الكل بالجدام بالجدام الغبرة ونحيو منه الاوساخ كان فما اوساخ اعواد او قشور او اي شوائب هكا متروفيه نظيف معناه مهبطدش منه حتى طرف غبرة ورغم ذاك هنا بش نخسلوه بالجدام بش نتخلصو من اي شوائب حتى كان مرينهاش بعينينا بالماء نتخلصو منها حاصيلو لبناط الكميه الكل اتعاملت معها بنفس الاسلوب طوى بش نحطوه في البلاتو متاع الفور متاع الفرن بش نشيحوه مكالماء على خطر التقس بارد ما يشيحش معناها في الهوا ولا في الشمس كان جات الدنيا سخونة النجمو خليوه للشمس البرا يجف راو الهدف الليبنات بش نحطوه في الفورن مش بش نطيبوه الدراء فقط بش نشفوه من الماء متاعه بش يشيحو ينشف مكالماء متاعه اللي خسلناه به وكهو باقي الليبنات نشعلو الفورن على 180 درجة اربع ساعة من زمان بعد نطفي الفورن ونحط الدراء متاعي في المنتصف في الرف الاوسط والفورن مطفي ونحرقه ساعة ساعة نحرقه كما تراوه الكاية ونحطوه ونطفيه الفورن ونخليهوش يشعل في الرف الاوسط تقريبا هاوك وساعة ساعة نحرقه البنات كما تراوه الكاية حتيكش نحس اللي المعناية تبخر الماء اللي فيه الكل تبخر هاوك شاح ورجع حبة حبة كما كان باقي اللي بنات نمرو الجلجلين اللي هو السمسم بنفس الاسلوب نقينيه من الاوساخ والشوائب الكل بعد غسلناه تحت الحنافية بالماء بالقداء بالقداء وباش نجففوه زيادة ما كالماء متاعه في الفورن بنفس الاسلوب نحطوه في الرف الاوسط بعد ما نطفيه الفورن ونحرقوه ساعة ساعة لين يرجحو بي بيت ويجف من المام تاوه راهو مش باش نطيبوه اهوك اللي بنات هنواري هو لكم طوا حبة حبة جف من المام تاوه من غير ما يتيب وطوا بالنسبة للسجوغو اللي هو السانوبر باش نقيوه هذي بركة اللي بشي تاعبك شوية في التصفية على خاطر فيه برشة اوساخ نحاول نقيوه بالطريقة هذي مثلا على سار نحط الحبيبيت نظيفه وعلى اللي مين من غادي الاوساخ كم تراو فيها فكان اللي كليناك سلابيض هذيك الاوساخ اللي خرجناه انا نرى هذي اسهل طريقة لتنقيط الزجوغو معناهم الشوائب كميات اخذيت كيلو جرام دراع و اخذيت كيلو جرام جلجلين و اخذيت 300 جرام زجوغو باش يأتي المطعم 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 أبو فروة كميات نقينا الزجوغو و نظفناه و هي الأوساخ اللي نحيناها ونقوم باش نتعد باش يأتي المطعم و نحرك ساعة 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 سواء هذا المطعم الكمية اللي حكينا عليها والمكونات متاع الدراء طو باش نلمهم الكل في وعاء ونهزهم للطاحونة نرحيم في الطاحونة نحاولوا ما نرحيوش بالمولي ناكس في الدار على خاطر راهو ضعيفة الموسم تاح حاط نجم تتكسرلك ولي عند وك الرحاية القوية ينجم يرحي في الدار طو خلطنا لبنات المكونات نهبطوا للطاحونة وبعد ما نرجع نوريهولكم محاضر ها ها والبنات شوفوا ما شاء الله هذ هي غبرة الدراء شوفوا الله مصلي عني بيه حاجة بنين بنين برشا وراهي تقوي العظام بالنسبة للأطفال الصغار وفطور صباح يقنع برشا وبنين ويدفي في الشتاء المكثور رحنا نستعملوها دراء في الشتاء كفطور صباح وقلا نستعملوه في رمضان للصحور زادة وهذه شباية فاوكه جافة وبقيت الجلج لين لبنات محطيته الكل رحيتهما بعضهم في الدار وحدهم طو باش نتعديهول طريقة اطهي متاع الدراء ناخو مثلا كماريت طول هنا زوز ملاعق معبين متاع اكل الدراء ونسك بهم كمية متاع حليب طو نوريكم وقتاش نكتفي بكمية الحليب لبنات نجربو بالملعقة كنرينيها شفافها هايك شفافها معناها راو كمية لحليب كافية باش مبعد الدراء ميجيش جاري يعني سائل برشا او ميجيش زادة جامد مكبوس برشا وينوصلوا لهنا وقت اللي درجة الغلايين واكل فقاقية تخرج ونضيفو كمية سكر حسب ذوق اللي يحب يعملو معناها صحي من غير سكر ينجم يحوط معيل قعسل اما بعد ما يضفي عليه النار طول ابنت نحيه من نار ونزيدو كمية ماء الزهر باش نكهون عتيهنوكها بنا برشا اروا ماء الزهر ضروري برشا في الدراء على خاطر يعتيهنوكها اللهم مصلي عني بي نضيف ملعقة مكالمك المكسرات طوى نزيد نخلطها معه هو سخون وهكا النجم نقدموه لبنات وصحوا بشفاء هذي هو المقترحة اللي اقترحت عليكم ان شاء الله ينر لي ذاكم واعجابكم وباذن الله كيتجربوه ينجح معاكم صدقوني قبن فطور صباح في الشتاء هذي للصغار وللكبار ها هيكا سحيفة الدراء تتبيع البرا في الاكل الشوارع ما نهيه في المحلات على ثلاثة الاف وخمسة الاف وستة الاف ووقت اللي انت تنجم تحذرها في الدار وديك ابن وانظف والكل زدتها شوية مكسرات من فوق ونزيدها شوية شامية اللي هي حلوة الترك تزيدها بنا على بنا واللي عنده مكسرات اخرى ينجم يحطها وان شاء الله تاكلوه صحة وبشفاء وإلى اللقاء وملتقانا ان شاء الله في فيديوهات اخرى اللي يكتشف قناتي لأول مرة ماذا بيعمل اشتراك ويرحموا يديكم من السكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة